بسم الله الرحمن الرحيم محياكم الله في مشروعنا مشروع مترو القادة رح أشرح لكم مشروع مترو القادة بس قبلها يخلوني أتكلم بشكل سريع ليش بدت فكرة هالمشروع يمكن كان الهم الأساسي اللي عندي ليش الناس على كثرة الدورات والمحاضرات وانتشار العلم بين الناس إلا أنهم ما قعدين يتطورون والأمة ما قاعدة تطلع ودائما نلقى فيه تقدم صح محد ينكر هذا التقدم لكنه تقدم بطيء جدا يعني اليوم إذا أنا أمشي مثلا بسرعة خمسين في السيارة الأمم اللي جدامي يتسوق بسرعة أمية أنا لو زادت سرعتي لين ثمانين هي للحين أمية سرعتها أعلى من سرعتي فرايحة فهي المشكلة الأولى اللي عندي فجيت أبحث ايش المشكلة هل هو هل المشكلة كانت مشكلة عدم وجود علماء هل المشكلة مشكلة عدم وجود قادة هل المشكلة مشكلة فبحثت في أسباب النهضة فلما جيت تكلمت وبحثت أكثر لقيت أن فيه ثلاث شروط للنهضة لقيت الشرط الأول هو شرط العلم أنه لازم الناس تكون عندها علم يكون عندها علم فجيت وسألت السؤال طبعا هل الناس عندها علم هل الناس موجود عندها العلم فلقيت أن الإجابة إيه ناس عندها علم قد يكون العلم غير العلم الشرعي الدقيق أو العلم العالي جدا في مجالات معينة ومتخصصة لكن عندهم علم في اللي يشتغلون فيه يعني مثلا واحد سكرتير صار لخمس سنوات سكرتير هذا عالم في سكرتاريا واحد مصور هذا عالم في التصوير واحد عندنا مثلا في مجال البرمجة وهذا عالم في البرمجة لكن وين المشكلة؟ ممكن مو بالعلم هل الأخلاق من شروط النهضة العلم الأخلاق العمل هاي الثلاث شروط لو تبحثون في كتب النهضة تلقون هاي الثلاث شروط الأساسية اللي تكلموا فيها العلماء فلما جيت سألت هل المشكلة في الأخلاق؟ لا الناس ما شاء الله خلوقين ومحترمين هل المشكلة في العمل؟ جاينا نشوف الناس تعمل تشتغل لكن فيه أشياء ضعيفة في كل واحدة من هذول العمل قليل العلم قليل الأخلاق بمستوى معين تحتاج أن نرفعها لكن لو رفعناها ما أعتقد أنه تكون العنصر النهائي الكافي ليش؟ لأنه فيه سب أساسي أو شرط أساسي ناقص في المعادلة بحسب وجهة نظري الشخصية اللي هو الجانب المالي إن إذا عندك أنت علم وأخلاق وعمل وأنت مش ثري بتتم طول عمرك موظف بتتم صاحب وظيفة أنت مش إنسان ثري والفرق بين الثري والغني فرق كبير فلما تكلم عن الثراء الثراء هو مقدار ما تستطيع أن تعيشه من أيام بدون أن تصرف أو تحصل على أي مصدر دخل على سبيل المثال أنا أصرف في اليوم عشر ريال إذا عندي 100 ريال فأنا أستطيع أني أعيش عشر أيام ثراء مدتها عشر أيام إذا كل يوم عشر ريالات لكن لما نتكلم عن الثراء الكبير الغني الشخص الثري الغني إذا أنا مثلا في مجال التصوير أرجع لي نفس المثال وكانت عندي ثروة كبيرة وكانت عندي مؤسسة تعمل لي مش أنا أعمل لها كموظف هنا الإنسان يكون ثري فالمعادلة ينقصها الثراء فحاولت أبتكر برنامج تكلمت بالتفصيل عن الجانب المالي عن الجانب العملي العلمي والأخلاقي وفيها قيم كثيرة في هذا المترو مترو القادة مشروع مترو القادة حياكم الله في هذا المشروع راح أشرح لكم أكثر عن مترو القادة وراح أقول لكم إيش اللي خلى المشروع هذا يصير طبعا المترو بشكل بسيط يتكون من أربع خطوط الخط الأحمر والخط الأخضر والخط الأصفر والخط الخارجي نسمي خط المسافات الطويلة هذا المشروع اللي فيه أربع خطوط إيش هذه الخطوط الأربعة؟ الخط الأحمر راح ننتكلم في البداية عن محطات كل هذه المحطات الموجودة هي متصلة في شبكة المترو شبكة المترو مهمة جدا أن ننقل الأشخاص من منطقة لمنطقة من مرحلة لمرحلة وليش أنا شفت أن هذا البرنامج مهم جدا؟ مشكلتنا اليوم مش في تقديم المحاضرات والدورات والخطب وغيرها لو كانت الأمم تقوم بالمحاضرات والمدرب الناجح في الإقناع واللي عنده مهارات التقديم وغيرها كان أمتنا أول أمة متقدمة ليش بسبب وجود خطب الجمعة؟ كل جمعة عندنا محاضرة فهذا الشي ما صار فلذلك هي المسألة مش بس في المحاضرة نفسها أو في الدورة أو في الوارشة وأنتكلمت عنها بالتفصيل في بعض الكتب مثل ما تكلمت هنا في كتاب عداد المدربين رح أشرح عنها زيادة بعدين رح أقول لكم وين هذه تقع في الموضوع في المنظومة المشكلة الأساسية اللي أنا عندي إن الناس اللي تجي وتاخذ حماسها يرتفع بعد ما يرجع البيت وينشغل مع أهله وينشغل مع حياته اليومية الحماس يقل عنده فأحنا درسنا القيادة أنا تخصصي في عداد القادة فلما أتكلم عن القيادة أتكلم عن عنصر أساسي في القائد إنه لازم يقدر يوحد أو يوجه الشخص أول ما يدخل في موضوع جديد فيعطيه توجيه تكلمت عنها أكثر بعدين شون ينتقل من مرحلة التوجيه للتدريب من التدريب إلى مرحلة التحفيز ومن ثم إلى التفويض لكن أيضاً هذه المعادلة اللي يسمونها situational leadership كان ينقصها شيء اللي هو عنصر الإرشاد لذلك أكبر عنصر هنا عندي أو أكبر محطة هي محطة الإرشاد ورح أتكلم عنها بالتفصيل إذن خلونا نبدأ نشرح شنو الفكرة الأساسية من مترو القادة في مترو القادة أنا بديت أول مرحلة رحلة محطة لو سيل هذه المحطة نحن نبدأ نتكلم فيها عن إيش هو المترو ليش تنضم لنا ليش تجي تشترك معاننا ليش تجيب أصدقائك وأصحابك فتبدأ في أول المحطات محطة اكتشاف الذات وتحليل الشخصيات وهذه المحطة هي محطة أساسية ولذلك أنا سويت الكتاب هذا كتاب تحليل الشخصيات عندي الآن أيضاً 16 كتاب آخرين تكلمون عن كل شخصية في لها تفصيل مهم هذا مش بس كتاب المحطات هذه هي مش بس عبارة عن كتب هذه مناهج تعليمية تنقلنا من محطة لمحطة وتحاول أن نحن نطور الناس فيها من خلالها ففي اكتشاف الذات نبدأ مع الأطفال ممكن نحن عمرهم عشر سنوات الآن نقدر أن نحن نكتشف شخصية الطفل ونطورها ونخلي عارف من صغره أيش المجالات اللي يبيها في حياته وإيش المجالات اللي ممكن يشتغل فيها ويتخصص فيها فإذا قلنا أن نسوينا لدينا اختبارات علمية دقيقة مثل اختبار MBTI وغيرها فيه اختبارات كثيرة إذا قدرنا نجيب أن هذا الطفل عمر عشر سنوات ينفعل الطب ينفعل الهندسة ينفعله بطريقة حلوة بسيطة ووديناهم وغيرنا نظام التعليم شوي أنا بتكلم عن نظام التعليم في حلقة ثانية وقدرنا نوديهم ونعلمهم ويكتشفون ذاتهم بالتالي إيش اللي راح يقدرون نصرونه راح يتخصصون من صغرهم وهذا اللي احنا نحتاجه لأنه اليوم المدارس ما توفر لنا ناس تناسب سوق العمل فلذلك أنا بديت في هذا الكتاب وفي هذا المحطة اللي أنا أعتبرها أساسية جدا ورئيسية ثم تكلمت عن ست محطات أساسية اللي هي المحطات الأساسية في حياة الإنسان عطني أي مشكلة في حياتك تلقاها في واحدة من هالمحطات الستة إما في تطوير الدات الشكل إما في الصحة إما في المحور الأكاديمي المحور الاجتماعي مهارات تطوير الذات والآخرين القيادة الذات والمحور المالي والفلوس هنا هاي ويد محطة مهمة وأيضاً المحور الروحاني وبعدها نجي للإبداع والتفكير الإبداعي فهذه المحطات الأساسية اللي حنتكلم فيها في بداية المترو أنا ما راح أفصل في المترو الكامل لكن راح أقول لكم أن الخط الأحمر هو خط يتكلم عن الذات كل شغلي فيه عن الذات بيكون عبارة عن برنامج فيه تحدي وفيه ألعاب فيه مجموعة كثيرة من الألعاب فيه بيكون في عندنا إرشاد فيه ناس راح يرشدون ويتابعون معاي لأن مشكلتنا الأساسية مثل ما قلت لكم هي مش الدورات وحضورها ولا العلم المشكلة الأساسية هي الإرشاد فلذلك لو تشوفون هي أكبر محطة عندي هني هي محطة الإرشاد أيضاً وضعت منهج علمي في الإرشاد وتكلمت عن أهمية الإرشاد وسميته القيادة بالإرشاد والهدف من القيادة بالإرشاد هو تمكين قادة تمكينهم من خلال جلسات إرشادية نأتي معاهم ونتابع معاهم طريقة تسيرهم في حياتهم بعد ما نكتشف شخصيته نوجهه ونعلمه كيف ينطلق من مرحلة لمرحلة ونشرف عليه عن طريق الإرشاد لذلك هذه المحطة جداً مهمة وأنا أعتبرها هي الأساس العمود الفقري الأساسي للمشروع وهي محطة مشيرب ومحطة الإرشاد هذه محطة جداً مهمة راح أتكلم بشكل سريع عن الأعمدة الأساسية في المشروع أيضاً في الخط الأصفر الخط الأصفر ليه خط العلماء كيف الواحد يكون عالم أنا ما يفيدني أن الواحد يكون أو عالم متخصص وهو من الأفضل استشاريين في العالم ما يعرف يتكلم مع الناس أمام وسائل الإعلام ما يعرف يكتب ما عنده مهارات كتابة ما عنده مهارات أن يطلع على الراديو ما عنده مهارات أن يسوي مقابلات ما عنده مهارات أن يقدم جلسات إرشادية وغيرها أي شي فيه إدني العالم اللي قاعد بنفسه مع نفسه وما يعرف يطلع ويتكلم مع الناس بلغتهم إذا ما قدرت أنا أنقل علمي وأنشر علمي هاي مشكلة اليوم ويد من الموظفين قلت لكم هم علماء لكن يتقاعد علمه مع تقاعده متى وقف شغل وقف خلاص ما قام يقدم أي شيء جديد فلذلك أنا لما أتكلم عن الخط الأصفر أنا أتكلم عن خط خاص في المهارات اللي يحتاجها العالم كيف ينتقل إلى العالمية وكيف أنه يتعلم أمام شون يتكلم أمام وسائل الإعلام أمام الإعلام المرئي شون يكون عنده سناب شات وإنستجرام وغيرها شون يتواصل مع الناس قناعة اليوتيوب وغيرها الإعلام المسموع أيضا نفس الشي عنده ساوند كلاود ينزل مقاطع صوتية عنده يعرف برامج على الراديو يقدم العلم اللي عنده يحوله لشي يناسب الجمهور أيضا في الإعلام الكتابي سواء كانت كتابة مقالات تويتر أو تأليف الكتب وغيرها من الشغلات نحن نتكلم بالتفصيل وكيف نعلم الناس أن يكونون علماء في مجالاتهم بحيث أن يستطيع أن يترك لأثر بعد وفاته ويقدم لشي في حياته هذا البرنامج ليس برنامج وهمي أنا بديت بنفسي أنا عطيت مثال هنا هذا الكتاب اسمه كتاب قد أول شي بديت فيه اللي هو الإعلام الكتابي فأنا بديت أكتب مقالات هذه المقالات أسبوعيا كانت تنكتب كل صفحة أو صفحتين هي عبارة عن مقال في السنة عندنا 52 أسبوع إذن إذا أنا كل أسبوع كتبت مقال واحد عندي 52 مقال فهذا كتابك الأول يعني الآن أنت قاعد تسمعنا أنت ممكن تطلع كتابك الأول خلال بعد ما تتعلم هنا مهارات الكتابة وفيه حد يشرف عليك ويساعدك في الإرشاد أنك تطلع كل أسبوع مقال المترو هذا هي هدفه أن يساعدك أن ينشر مقالاتك على الإنترنت على الجريدة إن شاء الله اللي راح نسويها وغيرها من الأماكن ودار النشر بإذن الله اللي فيها طبعا تنتج كتبكم فبالتالي تحول مقالاتك إلى كتاب فيكون أول إنجاز لك بعد سنة من الإنجازات الكبيرة اللي أثرها يبقى لأنك أنت بتعلم مهارات الإرشاد فبعدين بالتالي أنت بتبدأ أيضا تتعلم أن أنت شون تقدر تكتب فإذا كتاب تقدر تطلع كتابك الأول هذا الكتاب مش كفاية نحن نعلمك كيف تستغل وقتك لأن الإنسان عمره قصير واليوم بحكم التطور التكنولوجي وغيرها عندنا أشياء كثيرة نقدر نستخدمها ونستغلها فالفكرة أن شون أنت تتحول هذا الكتاب كل مقالة فيه إلى قصة للأطفال أو إلى قصة صوتية أو إلى حلقة تتكلم فيها نقاشية أو إلى أنك أنت مثلا تقدر تستخدمها لحلقة راديو فإحنا نعلمك كيف تنتج في هذه المحطات إنتاج حقيقي كونك أنت تبدأ في عالم العلم المترو الخط الأصفر يتكلم عن عدة محطات أول محطة كيف تتخصص ثم كيف تكون فني أول ما تبدأ أنت فني ثم تكون باحث فنعلمك كيف تجيب وتشترك فيه أماكن كثيرة وغيرها ثم نعلمك كيف تتخصص وتكون أنت متخصص ثم نعلمك كيف أنت تكون خبير وما هي الأشياء التي تحتاجها لكي تكون خبير وهني تبدأ الإنتاجات المالتك تطلع للسوق للناس هنا تبدأ الناس تشوف عملك فعلا وتشوف أي شيء التي تقدمها ثم في محطة الاستشاري والاستشاري العالمي شرحتها بالكامل بالتفصيل في دورة كيف تصبح خبيرا دوليا وعندي أيضا كتاب إن شاء الله راح يصدر قريبا في كيف تصبح خبيرا دوليا إذن أنا أتعلم كيف أعمل براند حق اسمي وهذا أيضا جزء من المشروع أنه في مهارات الإعلام السوشيال ميديا مهارات أنت كيف تقدر تسوي من اسمك علامة تجارية وكيف تعرف عن نفسك بسرعة في ثلاثين ثانية وكيف تقدر تكتب سيرتك الذاتية وكيف تكون عندك مهارة الإقناع وترتيب الأوليات كل هذه المهارات السوفت سكلز التي تحتاجها ويحتاجها أي إنسان عشان يبدأ يتعامل مع الناس الآن نجي للخط الأخضر الخط الأخضر أيضا هو خط القيادة خط القيادة فلذلك كانت تكلمت عن القيادة وقلت إن الإنسان قبل أن يقود القادة عندنا الشمال وجنوب لما تجي في هذه المحطة تنطلق تروح إما الأخضر شمال أو جنوب طبعا جنوب ما تقدر تبدأ تروح الجنوب إلا لما تخلص الخط الشمالي وهو يعلمك بالتفصيل شلون تبدأ تعين الناس شلون تتعامل مع الفريق شلون تبدأ تعمل خطة استراتيجية شلون تقدر تحول مثلا عندنا خلت كلام هذه كتاب قيادة بالإرشاد أنا أبي أحول هذا الكتاب إلى شركة إرشاد فبالتالي كيف نعمل خطة استراتيجية كيف أنا أكتب الاستراتيجية مالتي هذه المحطة تعلمك بالتفصيل كيف تعمل شركة إرشاد أيضا نفس الشيذ عندك مشروع عداد المدربين أعلفت في كتاب كيف تحول المشروع هذا إلى خطة استراتيجية تعمله مشروع فهذه المحطات تساعدك أن أنت تفهم كيف تتعامل مع الآخرين في المهارات القيادي أيضا السلم القيادي وأنا شرحته بالتفصيل في كتاب القيادة وشرحته أيضا في دورة القيادة موجودة دورة القيادة نتكلم فيها عن مراحل القادة الخمسة كيف أنت توصل من إنسان أول ما تمسك المنصب الأول أول منصب في حياتك فأنت قائد الدرجة الأولى قيادتك بالمنصب الناس تثق فيك لمنصبك وتحاول أنها يعني تتبعك أو تكون من أتباعك لبسة بمنصبك ولكن هذا غير كافي فالمحطات الخمس كلها تعلمك إلى أنت توصل إلى المحطة الأخيرة أن عقب ما تأخذ منهم كل الأشياء وتعطيهم كل الأشياء وتكون أنت قائد عملي معهم قائد يساعدهم ويعمل لهم أكثر ما يعمل لنفسه تصل لمرحلة قيادة القادة فأنت تكون قائد القادة فعلى سبيل المثال إذا أنت نتكلم عن شخص خينقول منشد هذا المنشد ينشد ويحب أنه يقدم يعني أناشيد كثيرة فبدأ قاد نفسه وسواله في شركة صغيرة أول قيادة بدأ يعين اثنين ثلاثة حوله فهذا فريق العمل اللي يعمل معه هاي قيادة هو قاعد يقودهم بدأ شوي شوي يكبر يبي يقدم شراكات استراتيجية يبي يطلع يبي ينتشر حول العالم فبدأت شركتها فعلا تنتشر وتطلع حول العالم الحين المرحلة اللي بعدها اللي هي أصعب مرحلة أنه كيف أنت تكون رقم واحد في الإنشاد في العالم وتحتك أكبر المنشدين أو الشركات الإرشادية الإنشادية عفونا الإنشادية اللي تحتك تكون تتبعك يعني مثل أبل هي الآن اليوم هي الرائدة في سوق الاتصالات كانت نوكيا قبل ما ندري من بيكون في المستقبل فقيادة القادة هاي أعلى مرحلة من مراحل القيادة هاي العناصر الثلاثة الرئيسية ولكنها غير كافية مثل ما تفضلت وسمعته من شوي فلذلك احنا الهدف الأساسي إنه كيف أيضا ندخل في عالم الثراء اللي يبي يصير طبيب يتعلم لغة لا طباء اللي يبي يصير كاتب يتعلم كيف يكتب اللي يبي يصير ثري لازم يتعلم كيف يكون ثري كيف يتعامل مع المال كيف يتعامل مع لغة المال لغة المال هي لغة مش سهلة يحتاج الواحد يتعلم فيها يحتاج محو أمية مالية ففي خط ريادة العمال احنا نعلم الناس كيف يبدؤون من محطة لمحطة كيف يجمع الناس كيف يجمع الفريق كيف يجيب أموالهم كيف يفكر بفكرة إبداعية كيف يختار الفكرة كيف يعمل لها خطة استراتيجية ونتكلم بالتفصيل عن محو الأمية المالية إلى أن يصل الشخص إلى العالمية في هذه الأشياء هذا برنامج متر القادة إن شاء الله أني قدرت أوصل لكم فترة بسيطة وسريعة البرنامج هذا برنامج عملي فيه ثلاث أشياء أساسية فيه لعب وتحدي فهو بلاي وفيه تعليم فهو يتعلم بالعمل احنا نأخذ في هذا المثال نظرية سبعين عشرين عشرة سبعين عشرين عشرة هي نظرية ايش تقول؟ تقول أن الناس يتعلم من الدورات والمحاضرات فقط عشرة في المية من الكتب فقط عشرة في المية من تجارب الناص اللي حولها أخوي صار لكذا أختي صار لها كذا عمي صار لكذا نتعلمون عشرين في المية أما السبعين في المية الباقية يتعلمونها من الممارسة اليوم ليش فين لندة كانت من الدول الأولى في العالم في التعليم لأن يخلون الأطفال من صغرهم يمارسون وهذا الهدف من هذا البرنامج إننا أحنا ما نعتمد على المادة النظرية نحن نحول المناهج هذه النظرية إلى مادة علمية سهلة بسيطة الطفل اللي يبدأ فيها يمارس البزنس يمارس التجارة يمارس القيادة يمارس حتى الكبار يقدرون يدخلونها ويكونون علماء في مجالاتهم خلال خمس سنوات هذه فكرة المترو play learn and earn فهي play learn فاليوم الفكرة أن نحن نحول هذه اللعبة أو البرنامج دي إلى لعبة الناس تقدر تلعب فيها الكبار يقدرون أن يصيرون علماء في خلال خمس سنين هذا برنامج مدتها خمس سنين وراح يكونون فيه إنتاجات وراح يشوفون النتائج عملهم أول بأول وراح يشوفون كيف المجتمع يتعامل ويتفاعل معهم من كل النواحي أحتاج همتكم معاي أحتاج وجودكم معاي هذا المشروع مش مشروع بسيط مشروع كبير وفيه عدة ركائز وأركان اليوم إن شاء الله بإذن الله أن نحن نبدأ نطلق هذا المشروع وبالتالي نبدأ نسمع تعليقاتكم وراءكم وكيف نقدر نطور هذا المشروع عقل واحد ما يكفي ولكن وجودكم معانا أكيد رح نوصل وبإذن الله أمتنا رح تتقدم شكرا لكم وإزاكم الله ألف خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة